بسلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سجن في القلعة قرأ قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب فاطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهل هذا من التفاؤل؟ استشهاد هل استشهاد أنه أنه في سجنه خلى بربه سبحانه وتعالى وانقطع عنه الأعداء الذين كانوا يلاحقونهم ويضايقونه فحصلت له الخلوة بربه ولهذا يقول ما يفعل بأعدائي سجنهم خلوة بربه وطردهم لي سياحة